السلام عليكم شوانكم ومشاه الله بخير طبعا ان شاء الله راح نبلج بالمحاضرة الثالثة من محاضرات الى clinical pharmacy ان شاء الله هالمحاضرة الثالثة راح تكون على ischemic heart disease زيان اهنان المشكلة شون بال ischemic heart disease من اسمه ischemic يعني شبيل قلب مدى يوصل الى oxygen كافي او مدى يوصل الى oxygen كافي او بمعنى اخر oxygen blood supply قليل demand المتطلبات متطلبات الى oxygen مثلا عالية زيان لان بحالة ischemic heart disease الهارت بحالة تككاردية بيدق بسرعة زيان فيطلب اوكسيجين هواية فالدماند عالي و blood supply قليل اتمثل حالة ischemic heart disease زيان اهنانا كتعريف لل ischemic heart disease a lack of oxygen مثل ما قلنا مشكلة لدي سر عندنا ما نقص بالاكسيجين اه او نقص بال blood flow بشكل عام خاصة بها شرايين الشريان الشريان التاجي بحالة ischemic heart disease ischemic heart disease ischemic heart disease ischemic heart disease زيان زيان تقصر بها شوان تضيق خلنا نقول زيان فما يوصل دم كافي للقلب او صار الاوبستركشن انسيدات مثلا جلطات او بلغ لاثيرا سكرروسس تجمع شرايين عفو تجمع تصلب الشرايين شون يجمع عدنا يبدي جمع عدنا الكولسترول شوية شوية جمع 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 ينسد عدنا البلد فيزل فيقل البلد سبلاي زيان فهي هاي مشكلة الاسchemic heart disease بشكل عام هاشوفون هذا المصطلح acute coronary syndrome اللي هو المقصود بي هذني كل هذني مقصودة بي هند acute coronary syndrome اللي هي عدنا ST segment elevation وعدنا ايضا ST segment elevation وعدنا ايضا myocardial infarction chronic stable exertional ingina طبعا شون هاي exertional ingina يعني هاي من السوي جهد يصير عندك انجينة او بببحة الصدرية زيان ischemia without symptoms مرات يصير عندك ischemia يعني يصير عندك نقص ولكن بدون symptoms microvascular ingina due to coronary artery spasm طبعا هاذا مميزة حتى خلتها لكم بالازرق الزيان اللي هو prince metal ingina شين هاذا ال prince metal ingina اغلب الانجينة مشاكلها غالبا تكون هي ethereosclerosis اثيرosclerosis اثيرosclerosis تصلوا بالشراين مثل ما قلنا الاثيرات اذا تجمع الديهن الديهن المهم تكونت عندنا هالبلغ هالطبقة موات الدهون هالطبقة الدهون اذا بقت كما هي ما انكسرت يسموها stable ingina اذا انكسرت تمام اذا انكسرت هالطبقة راح يصير عندنا جلطات وتخفرات فيسموها unstable ingina اللي انا بتلقش بها تنكسر اوكي ال prince metal او ال varient ingina اهنان اديصر عندنا vasospasm او تقلص بالوعاء الدموي زيان فيسموها prince metal ingina او varient ingina زيان شان الباثوفيزيولوجي نتكلم اسا على الباثوفيزيولوجي مالتهم زيان بشكل عامل انجانة بكتوريس انجانة بكتوريس هي الذبحة الصدرية يقول لك مشكلتها increase myocardial oxygen demand الديماند مثل ما قلنا قاعد يجداد زيان وايضا سبلايش بي قاعد يقل ليش لان اكو بلاك بلاك يعني طبقة من الاثيروس كروس طبقة من الدهون زيان هاي سدت الوعاء الدموي فمن سد الوعاء الدموي راح يقلب للسبلاي فحصير عدتها كاردية راح تسوي زيادة بالاكسجين demand فيصير عدنا الانجانة او الذبحة الصدرية زيان شنو المجد تيرمينت شنو هذا الانفيروت هذا بختصر هو الديماند اكيد القلب كل ما يدوق بشكل اسرع يحتاج اكسجين اكثر ف الديماند اكثر كل ما كونتراكتالي اكثر ايضا وحتى الولتنشن شنو هذا الولتنشن القصد هنا بالولد تينشين هو الضغط الذي يصير على الدم يدخل داخل القلب تمام ويدخل داخل القلب من يضغط على الدم يضغط على الجدران مال هاي البطينات أو الأذينات يسمونه بالتينشين تمام هو هذا المقصود به فأكيد كل مدى يضغط أكثر على هاي الجدران زيان فالقلب حتى يضخها حيحتاج طاقة أكثر أو أكسجين أكثر زيان فهذه هنالثة أمور زيان الدمان شين هنه هارت رايت كونتراكتلتي والوالتنشن زيان اوكي كوروناري بطاق ذات اكي فاليد ذان 52-70% أو فيزلومنال رارلي روديوس إسكيميا أو إنجاينة زيان ديقول لك البلاق إذا سدت خمسين إلى سبعين بالمئة نادرا ما تسوي إنجاينة ولكن شنو مشكلة لسمولر بلاق هذين البلاقات الصغيرة هذين الطبقات الصغيرة غالبة لتكون هي lipid rich يعني بيها هواي دهون زيان فبالتالي وأيضا thin fibroscope فبالتالي تكون أكثر عرضة للربتشا تنكسر مثل ما قلنا هالطبقة مالت الدهون تنكسر فمن تنكسر سيصر عندنا ثرومبوسي جلطات أوكي وليها بعد أسوأ من البلاق نفسها هاي زيان فصير عندنا أيضا حالة الإنجاينة زيان إذن شنو الاستنتاج المهم هنا السمولر بلاق سيصر أكثر لربتشا كل ما البلاق تكون أصغر كل ما احتمال تنكسر أكثر فصير عندنا جلطات وإنجاينة أوكي أوكي وإن ذا لومنان ديامتر أوف إباكارديال فيزل أنتبه فليكسبول تمام عدف نوع من المرونة بحيث تتعامل جميع الظروف يعني مثلا 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 إذا صار عندنا فازو كونستركشن تمام فهي شيء السوي السوي فازو دايليشن تقوم هذا الفازو كونستركشن وإذا صار فازو دايليشن السوي فازو كونستركشن تمام هذا الشيء موجود بيها فهنا مثلا بحالات الإسكب إباكارديال إحنا قلنا إجلي صار عندنا بلوغ قاعد يصار عندنا أوبستركشن فهي شيء السوي السوي فازو دايليشن السوي فازو دايليشن لهذا تلاحظت رغم أنه دايين ست خمسين بالمئة أو سبعين بالمئة بس مدى صير الإنجاين كل هذا يعود إلى الأوعية الأندو كارديال وأيضا إلى أسباب ثانية ما رد نطرق لها زيان أوكي فيقول لك من الإباكارديال فيزل أنتبه هذا الإباكارديال هذا الوعاء الشبير هذا مو فليكسبل زيان إيسد سبعين بالمئة زيان إذا سد سبعين بالمئة فهنا أنا ممكن يصير عندنا مشاكل إيش وقت خاصة من أنت سوي الجهد فيزيائي من أنت سوي الجهد فيزيائي رح تطلب هو أكسجين وأنت أصلا هو سد يقول لك سبعين بالمئة منها مزدود فإحتمال الإنجانة تزداد بهالحالة رغم الفاثوتالياليش اللي حيصير بالإندو كارديال بزل بس مراح يكون هاي شي كافي زيان أيضا الإنفلميشن هيكون إلها دور مهم طبعا بسبب هاي البلاق شبابنا بسبب هاي البلاق كمالة الكوليسترول وإلى آخر فحتتحرر عندنا نفلميشن وكنتيجة نهاية حيطلع عندنا في شي اسمه تشيو فاكتر أو كروث فاكتر هذا يزيد من الجلطات زيان مثل ما تلاحظن هنا أكو في شي اسمه تشيو فاكتر بس يمكن مذاكر هنا المهم هذا يزيد من الجلطات خاصة بحالات الأثيروس كروس يزداد عندنا زيان سيريكتف بروتين أيضا ممكن يزداد زيان بهذا البيشن دي يقول لك عدهم بلغ وأيضا عدهم فازو سبازم يعني هم عند بلغ همات الأثيروس كروس وهم عند شي اسمه حالة الفازو سبازم يعني هذا دمج هذا زائدا على سبيل المثال يعني زيان كأنما دمج هم فازو سبازم وهم أكو بلغ بها الحالة زيان فكأنما دمج بالحال تين دي يصير عده زيان اهن هتلاحظ عدك هذا المصطلح هو variable their shoulder angina شنو هاي variable three shoulder angina هذا من اسمه variable متغير مثابت شنو المتغير عدنا الفازو construction spasm ويزمن ممكن دي يزداد أو يزمن دي قل ف يسمونه variant angina تمام لأن الفازو spasm أو هذا التقلص باللغوعة الدموية ما ثابت لا بين فترة وفترة تيد غياء زيان patient with prince metal angina usually do not have a coronary flow of subtraction plug but instead have significant reduction and myocardial oxygen supply due to vasospasm in apicardial vessel زيان فش دي قل لك هنا دي قل لك جماعة prince metal بشكل مختصر ما عاد unplug غالبا المشكلة اللي عده مجرد فازو spasm بال apicardial apicardial vessel العوية كبيرة زيان اه مني لك المريض انت ش راح تلاحظ علي ش راح اللحظ علي دي يقول لك patient typically complain of chest pain sorry يعني عند ألم صدرة خاصة مني يقول لك يسوي فالجهد معين by exerci زيان ويحس شون اكو ثقل بصدرة او اكو فتش دي ضغط على صدر حيلا بقوة زيان هي شي يوصف الكياء المريض زيان location matter sub sternal sub sternal هاي عظمة صايرة يعني مقابيل قدام القلب زيان فالألم يعني هو يصير خلف هاي العظمة sub sternal زيان جوجل وهذا تريد شوفون هالعظ ماشين اه ويقول لك والألم ممكن ينتشر لل right وال left shoulder or arm ممكن يعني يحس أيها بألم بال الم يقول لك عدي بشت فيها الم الأيمن أو العيسر حتى ممكن بذراعة حتى ممكن يوصل الظهرة الألم أو البطنة فهن هانا حيصير عندنا مشكلة بعدين نتكلم عنها بس باختصار رح يصعب من الدياغنوزز من التشخيص مالتي بعدين نتكلم عنها بوكتها أحسن جيد chest pain generally last from 5 to 20 minute جيد and relief by rest or sublingual nitroglycerine جيد بعد يقول لك chest pain يعني ممكن يبقي عدد الألم هذا من 5 إلى 20 دقاء إلى 20 دقيقة طبعا جيد وممكن نحل مشكلة الألم هذا عن طريق rest أو عن طريق nitroglycerine جيد بعض المرضى يقول لك خاصة الومن والأولدر individual يكون عندهم المرضى بشكل بشكل غير طبيعي مو المعتهد عليه بحالة الأنجينة شنو هذا المرضى يقول لك المرضى يكون mid epigastric هاي mid epigastric هي فض منطقة معينة بالبطن تقريبا على المعدة مباشرة هاي المنطقة مهم هي فض منطقة بالأبدومن هاي mid epigastric فيصر عده هنا فض شون ألم أو ما مرتاح بطيق بلاحظة على جماعة السكري جماعة السكري شبابنا السكري كتار صاحب بس يكتل على كيفه المرضى السكري يكتل الشخص شوية شوية ما يكتل قبل يعني هو مثل الطلقة أو الصاروخ الممكن أو القنبل التي تكتلك مباشرة هذا شوية شوية يستلمك على كيفه الموت البطي سمونا أيضا السكر يكتل النسيج العضل النسيج العصبي كل الأنسج بجسم ممكن يأثر عليها السكر المهم فمن يأثر على الأعصاب راح يدمر خاصة البريفرال نيورنز فأنت إذا ما عندك أعصاب شون حت تحسس بالآلم فهاي مشكلة ال ال اللي عندهم سكر تخيل واحد عدة سكر وعنده إنجان بمكن واحد يقول إيه بعد أحسن ما رح يحس بالألم ولكن أقول لك بعد أنقص أنت حس بالألم حتى تعالج الحال ولكن إذا ما حست بالألم يعني ممكن تموت لأن أنت ما تدري دي يصير عندك إسكيميا بالهارت زيان فإذا ما حس بهذا الألم يعني احتمال تبقى على هاي حالتك وتزداد سوء فبالعكس الإحسان الله من خلاني نحس بالألم أكو إلا فوائد من تتحس بالألم ليخليك شوان إشارة إلك حتى تعرف أنه أنت تحتاج تغير من حياتك أو يحتاج تأخذ علاج معين ولكن إذا أنت بتحس بالألم مرح تأخذ علاج فإحتمال تموت أصلا فكل خطرة جماعة السكر حالتهم زيان بايشينت وذفيرن برينز ميتل غالبا الشباب زيان يصير عندهم هاي المشكلة وخاصة آت ريست انتبهنا آت ريست وخاصة الصبح ليش دائما الصبح الصبح شبابنا تخلي ببالكم الهرمونات شوكت تنفرز الصبح وشوكت تتقل بالليل شو سوي الهرمونات غالبا حتى النيورو ترانزمتر يعني مثل الأدرينالين النون أدرينالين ينفرزون الصبح يسمون فازو كونستركشن فليهذا حالات الانجانة تكون الصبح أكثر بسبب هذا ساعة الجسم اللي هي مثل ما قلنا تفرز الهرمونات النيورو ترانزمتر الصبح فمشاكل انجانة تكون أكثر الصبح نجي على الدياغنواز والتشخيص أكيد يعني اسألة على التاريخ مالت إذا كان عند حالات انجانة قبل أو لا اسألة على القوة مالت الـ الى آخر إذا كان يأخذ علاج يستفاد مننا مثلا إلى آخر من هالأسئلة طبعا هنه نحشعل هالنقطة هنها مشكلة بالتشخيص أنه هواية مشاكل يسوي هذا الباين اللي يكون سابستير اللي يكون خلف هالعظمة مو بس الانجانة لا عندك مثل الجيرد على سبيل المثال اللي هو غاسترو أسوفيق رفلكس الزيز يحس هذول البيشتم يحسون بنفس الألم فلهذا لأنه هواية أمراض يسوي نفس السمتوم تقريبا الذي يأني اللي هو هذا فراح يكون شوي التشخيص مسهل يحتاج واحد شوي عدة خبرة يقدر يفرق بين هالحالات أيضا من تشي الشخص لازم تعرف النون موديفايبل ريسك شنو هالنون موديفايبل ريسك هاي أكو أشياء ما تتغير مثل العمر ما كو واحد عمر يتغير السيكس الجنس ما واحد يقدر غير الجنس مالتك ما تقدر تتغير الفامل الهيستوري مالتك زيان إلى آخر من إن شاء الله الأمور الثانية زيان الموديفايبل ريسك هانا أكو أشياء نقدر نلعب بيها زيان اللي مثل هايبر تنشن إذا واحد عدة هايبر تنشن نطيئ أدوي الضغط واحد عدة سكر نطيئ أدوي السكر واحد عدة مشاكل بالدهون ويدهون واحد يدخن نقول بطل دخن زيان ولا راح يستمر هو زيان physical exam findings من نجو نفحص المريض شنو راح اللاحب عليها يعني نفحص بالأجهزة هنا دي يقصد زيان يعني تاككاردية تلاحظ دقات القلب مالتعالية shortness of breath تنفس مالتعبان نيجية vomiting إلى آخر other findings ممكن يكون عند heart failure أو ischemic heart disease ممكن يكون عند heart failure فتسمع أيضا pulmonary crackles زيان تسمع هاي الأصوات اللي قلنا من واحد عند فشل قلب يكون عند هاي pulmonary crackles اللي هفد أصوات زيان هاي لين دا يجمع السوائل إذا تذكرون قلنا يتجمع السوائل بال lung زيان فتقوم بتسمع هاي الأصوات زيان وهاي شي طبعا هو ممكن يدول على heart failure زيان marker of inflammation شون تعرف أن inflammation لولا مثل ما قلنا seri active protein يكون عالي زيان التroponin يقول لك مو شرط يكون مرتفع بحالات ischemic heart disease resting مختصار هاي الفقر النانا يقول لك بالنسبة ECG 50% من patient زيان مالتهم ECG الطبيعي تمام وأيضا 50% من patient زيان اللي هم بحالات rest يعني ما عدهم acute ischemia حاليا أيضا 50% من ECG مالتهم طبيعي زيان زيان فبالrest أو بالstress 50% من patient مالتهم ECG طبيعي وال50% الباقية مطبيعي زيان أيضا من الأشياء اللي كلش الساعد بالتشخيص لك coronary angiography شنو هذا coronary angiography شباب من هال angiography شون التصوير يصورون الأوعية الدموية بال X-ray زيان شون يصورون هالشي داخل الوعاء داخل Arterimatic يدخلون فالصبغة معينة بعدين يجيبون هال X-ray الأشعة الفوق السينية وما نري ش اسمها الأشعة السينية زيان فعن طريقة الأشعة السينية راح يقدرون يشوفون الوعاء الدم ويشوفون تدفق الدم شون دي يصير داخل coronary artery زيان عدنا أيضا من الطرق الثانية Perifusion Imaging Cardiac Magnetic Resonance CT Angiography كون ممكن نستعم CAD CAD طبعا هو Coronary Artery Disease Treatment سنجي على العلاجات وأخيرا وصلنا فقرة العلاجات زيان فنجي واشي عننا Pharmacological Therapy غالبا Lifestyle Modification يعني كل أشياء نعرف Surgical Reverscularization أنتم سمع بها القسطرة مثلا العمليات القسطرة زيان مثلا عندنا Coronary Artery Bypass Grafting وأيضا عندنا PCI هي مثل نفاخة وهي القسطرة نفسها يعني مثل نفاخ يدخلوها بالوعية الدموية وتفتح لك الأوعية الدموية المسدودة تمام زيان Pharmacological Therapy بالنسبة لPharmacological Therapy يعني الأدوية الممكن نستعملها فهنا هنا شبابنا نحاول أول شي نتخلص من الرسك إذا واحد عدى رسك فور انجينا نتخلص من هذا الرسك تمام فأول حالة عدنا هذا Dyslipidemia من واحد عدى Dyslipidemia يعني مشاكل بالدهون يعني الدهون عنده مرتفعة فاحتمال يصير عدى Atherosclerosis أو انجينا فحتى نمنع من هالشي نستعمل Moderate To High Dose Statin من الأدوية لإتقال الكول السترول تمام فتح المشكلة Dyslipidemia زين Addition of Est عفو Ezotimib or PISC Inhibitor زين هذا لالpatient اللي خلوا نقول ما ديفيد وياهم الستاتن إذا ما فات وياهم الستاتن فنضيف عليه Isotimib زين أو PISC Inhibitor زين واحد عدى تفوع بالضغط خاصة إذا كان أكثر من 130 على 80 فلازم نبطي طبعا drugs حتى انقلل من الضغط وأدوية الضغط تكلمنا عليها بمحاضرات الhypertension واحد عدى سكر تطي أدوية سكر والهدف أنه يكون التراكم أقل من 7% تمام ولكن بعض الpatient يعدهم multiple risk factor فحيكون تقليل التراكم شوي صعب فالهدف ما لن يكون أقل من 7% لا رح يكون أقل من 8% صعب النزل بهذا الpatient لديهم مشاكل ثانية ويا التراكم سكر اشيال للخي نطيهم لقاح انفلاونزا سنوي زيال ليش ما عادر هاي انتوا تشوفوها من الامترنت ليش دانطيهم لقاح انفلاونزا هاي عليكم زيال الانتي بلاتلت ثيرابي طبعا مثل ما قلنا بما انه احد انواع الانجاينة هي الانستابل ماذا اذا انا قلت لكم على تصنيفات الانجاينة بالبداية الانستابل انجاينة مثل ما قلنا يصير بيها كلوت يصير بيها جلطات ثرمبوسيس طبعا ثرمبوسيس وليس كلوت ثرمبوسيس جلطات احنا لازم نمنع من حدوث هاي الجلطات فاش نطي نطي اسبارين على سبيل المثال كانتي بلاتلت احنا لازم هاي الجلطات احنا لازم نطي الانينة بها الجرعة 75 إلى 162 ميلي جرام اذا ما فاد الاسبارين نطي هذا كلوب دو قرب الجرعة المواتي طبعا 75 ميلي جرام طبعاً The most common cause of non-responsive C19 هذا الأنزيم مهم لتفعيل الكلب دوغرل الكلب دوغرل هو Prodrug عن طريق هذا الأنزيم يتحول إلى Active Metabolite فأكو بعض الأشخاص وراثياً عندهم مشاكل بهذا الأنزيم أصلاً فلهذا ما يستجابون الكلب دوغرل أيضاً بعض الأشخاص إذا يأخذون Proton Pump Inhibitor هاي عن طريق دراسات مو إثباتات علمية هاي مجرد دراسات نظريات اللي يستعمل Proton Pump Inhibitor ويكلب دوغرل المفروض يعني يتقل فعالية لأن Proton Pump Inhibitor هما إنهبتر الأنزيم للسيتو كروم سيستيم اللي يحول الكلب دوغرل Active Metabolite زيان ولكن قلنا مثل ما قلنا هاي مجرد دراسة ما رحنا جربنا هاي الشي على أمر الواقع راحوا استعملوا كلب دوغرل ويام برازول ما صار هالكلام مالة الدراسات فهالدراسات نقدر نقول زبالة وحشاكم يعني مهملة بس هال Clinical Trial يعني هي ممكن تكون جد تجربة وحدة أو تجربة عشوائية يعني ها ما تقر تهمل هالدراسة بشكل كامل يعني إن شاء الله عليكم بحث التخرج تكتشفون هالشي صح لو غلط أوكي بس متجربون على واحد لا متجربون على صديقكم زيان اه 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 grandi اشتغل بمحاضرات السابقة على هالشي بيتا بلوكر ايضا تنعاد علينا اكثر مرة ما قلنا احنا عندنا انجاينه فمعنات ايامه عندنا بلاس سبلاي قليل او ديماندا عادي فالبيت بلوكر وان تشتغل عالبلاس سبلاي لو عالديماند خلا نشوف شي تقولون ان تشتغل عالبلاس سبلاي على اثنين هنتشتغل تمام عالبلاس سبلاي وعلى الديماند ليه ايش تستغل عالبلاس سبلاي هي ما سوى يفازو شاسمه ما سوى يفازو دايليشن لعدي شون دا زيد السبلاي باختصار بما انو دا تثبط انت الهارت رايت بما انو الهارت رايت دايقل زيان فانت دا زيد من الريستينج ستيت او ده هارت حالة الاستراحة للقلب راح تزداد زيان وبها الحالة ش دايصير دايصير تغذية للقلب دا نزيد البلاس سبلاي زيان بها الطريقة ودنقل الديماند لان احنا دنقل الهارت رايت تمام فليهذا البيت بلوكر ميناتين يقلن هن ولكن بالملزمة ايش ذاكر ما حاجي على البلاس سبلاي زيان فاتو مالكم علاقة بكلامي هذا سوف تتحجوه للموجز بالملزمة الموجز بالملزمة ديماند اوكي؟ ديماند ايأثروا على الديماند ويأثروا على الكونتراكتوليتي زيان والهاارت رايت زيان بيتا بلوكر لو كاليسومتشان البلوكر حمثما قلنا كاليسومتشان البلوكر والبيتا بلوكر نفس الميكانيزم تقريبا فياها نفضله نفضل البيتا بلوكر على كاليسومتشان البلوكر طبعا يا كاليسوم زي يخصدهنان بيهن ننتاي هادر بريديني اللي هم الفيرا باميل والدلتا زيان زيان اا زيان كان اكو كاليسومتشان البلوكر وكنا نستعم كاديشن للبيتا بلوكر مني يتذكرهم ما عادري خلينيش يتذكرون اذا التارجت الهدف طبعا من البيتا بلوكر انه يقلل الهارت ريت الى خمسين الى ستين دقة هاي بحالة الرست اما اذا انت جيت بحالة سترس او التماري الرياضية فحيكون الهدف انه اقل من ميت دقة زيان زيان ولكن بيشنت اللي هما كبار بالعمر لازم اا يكون عدهم دقات خمسين بيت بالدقيقة زيان بيت بلوكر ندمجهم نقدر ندمجهم ويكل هالأودية مع عدا فيحط لك مثلا أملوديبين فيلوديبين نيموديبين نايتريت يحط لك واحد من نايتريت نايتروغليسرين ويحط لك مثلا فيرا بامل فانتش تختار هنا طبعا تختار فيرا بامل هنالدي يقصد دايهايدرو بيريدين وليس النالديهايدرو بيريدين زيان فانتبهوا على هالأشياء اللي هي بين الأسطر صايرة تمام ولو هنا يعني صايرة بين الكلمات هنا المعلومة صايرة زيان بين هالفراغين اوكي فتنتبه على هالأمور يعني هالأمور اللي الاستاذ يستغلها حتى يخطي الطلاب وبالحقيقة يعني يفرق بين الطلاب مو يخطي وانا قدر المدرس طبعا اللي يسوي أسئلة تفرق بين الطلاب زيان انت ما تريد كل الطلاب مثلا تطلع ميات يعني اوكي خل الطلاب عادي تنجح ولكن انت فرق بين الأوائل يعني هس الأوائل وتشوف الفروقات بينها تنترى كلش قليلة ليش؟ السبب انه الأسئلة يعني قاعد تجي شون نقول مو على قدر المتطلبات ما تجي بيش الصعوة تجي وابحة سهلة فكل الطلاب الشطار يطلعون بها درجات كاملة ولكن من انت كمدرس يعني تخلي في السؤال فهمي تخلي في فيك لا هنا انت ممكن تفرق بين هذول الطلاب المتميزين زيان فالشي مهم طبعا بالأسئلة هذا ولكن انتوا لا تخافون ان شاءالكم ناجحين المهم البيتابلوكر اللي استعملهم طبعا هما الكارفيديلول متو بريلول ساكسينيت والبيسابرولول ها من محاضرة الهارت فيلير معيودة زيان طبعا سلكت فيتا وان بلوكر الفضل نستعملهم ببعض الحالات اللي هو واحد عدة مشاكل بالدهون واحد عدة مشاكل بالسكر واحد عدة مشاكل بالباد مثلا باد اللي هو اخويل بالدهونitty personal cerebral arthritis disease واحد عدة مشاكل بالتنفس زيانا كل هذول اللي situations نضعهم هاكو ادوية تثبت الالفا وان والبيتا منو هاذ منو اقدر اطلي مثال على واحد يثبت الالفا وان والبيتا بلوكار واجبل هي امسي كيوب الانتحان كارفيدلول كارفيدلول اتذكر انا ويمكن حتى اللابيتلول مدى اتذكر بس اظن الكارفيدلول اتو هم تأكدوا شوفوا منو هذا اللي ثبت الالفا وان والبيتا بلوكار يعني ممكن يجي كشي خارجي شوفوا هاذ سؤال همت يعني يعني ما ادري واضح انها مكانه ممكن هنا مكانه مو بالما لا ما موجي به هنا هذا بالجوجل ما كانه المهم زيان شيني التاثيرات الجانبية حياناها محاوظة الهارت في اليار كونتر اندوكيشن حياناها زيان هنا انا من نجي نسحب البيت بلوكر ما نسحبها قبل ولكن شوية شوية تمام نسحب الجراء شوية شوية تقريبا على فترة اسبوعين الى ثلاثة زيان لان اذا ساحبت المباشرة ايش راح يصير يعني راح يصير عندك انجاينة راح ترجع لانجاينة يصير عندك قبل زيان زيان نجي على الكاليسيون بطان البلوكر الكاليسيون بطان البلوكر يقول لك رايديوز والتينشن ليش تقلل من الوال تينشن ليش ده يسوي الكاليسيون بطان البلوكر زيان خاصة يعني جماعة الدايهايدرو بيردين تمام جماعة الدايهايدرو بيردين فاسو دايليتا تمام فحيقل الضغط وهذا الدموان حيرجع بالاخير هو حيرجع من من الفينز من الاوردة رحيرجع للقلو زيان ولكن بضغط اقل فالضغط اللي هيصير على جدار القلب اقل تمام فلهذا رح يقلش انه الديماند يعني حقلنا احد الاشياء المهمة بالديماند تلافق قلناهم الهارد رايت كونتراكتلوتي وعدنا ايضا ثالث شي اللي هو الول تينشن فهنان الول تينشن عدنا قل لان البلد براشة قل زيان ايضا هنه يزيدن البلد سابلاي ايضا هنه يمنعا من الكونتراكتلوتي يعني مو يمنع بس يقل من كونتراكتلوتي فكل هاي فوائد طبعا للكالثم تينشن البلوكر زيان كالثم تينشن البلوكر او long active nitrate زيان نقدر نطيهم بعض نطيح الفيسينت خاصة ان اذا البيتابلوكر مثل ان كان كونتراكتلوتي تمام يعني انا اشان مثل بديل اذا ريت بديل البيتابلوكر بيها حالات كان مثل بيتابلوكر يعني كونتراكتلوتي او كان ديسوي سايد افكت فلازم نستبدلها فاش بش نتستبدلها ياما كولا سمتشلنا بلوكار زيان او لونج اكتنج نايتريت زيان الديهايدروبيريدين حاجين عليهم قلنا علي من تأثيرهم الاساسي فميحتاجهم نعيد وإحنا جعلنا الأدوية اللي سوي بازو دايلا اشي شي سوي ريفليكس وهاشي شن يعتبر اكيد هاشي سلبي زيان الرفليكس اش ده سوي ده زيد من الفازو كونستركشن يعني انت تقاعد تستعمل كولسون مثل بلوكار عمد فازو دايلا اشين تيش هي سوي لك ريفليكس يصي الفازو كونستركشن فان انت ما استفادت انت طايحة تحظ المريض هي شي عاش اتيدك طبعا هزيان فما نحاول نتجرع عالية منهن ولا نحاول نستعمل اشياء مثلا شورت اكتنج لان الشورت اكتنج معناته بوتنت كل ما دوة شورت اكتنج معناته هو غالبا مور بوتنت كل ما هو لونج اكتنج البوتنسي ما تحتكون اقل تمام فهي نقطة بما انه هو شورت اكتنج يعني هو مور بوتنت مور بوتنت مور بوتنت مور ريفليكس اكتيفاشن وش لت وات ونجاح اكتنج زيان فلهذا جماعة الشورت اكتنج ما يفيدن مو كل شي فيدن اللا تستعملها باكستيند ريليزة يعني كفورمليشن معين بحيث يخلي تحرر مالة هذا الدول شوية 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 تمام؟ سادي الافكت الثاني كالسوم تانل بلوكر اهم واحدة بهن هذا زيان قنقضايل هايبر بلايشي ممكن تيجي ام سي كيو سايد افكت فطبعا تنحفظ زيان ت Sharma بشيك أغلب الكالسوم تانل بلوكر هي ممنوع بالهارت فيليار ولكن الأملوديبين والفيلوديبين يعتبرون خيارات آمنة في رابا ميل والدلتازم نعرف الاكشيماتي ينه ياثرا على القلب وياثرا على الكونتراكت والهار رايت فيقلل من الديناند زيان ها خطه ومثل ما قلنا نقدر نستبدل البيتا بلوكر طبعا بلونج اكتنج مثل ما كتوب هنانا لونج اكتنج دايهايدروبريدين البيتا بلوكا دايقول لك ممكن تستبدله بين البيتا بلوكا هاشي ممكن استبدال البيتا بلوكر بهاي الأدوية اللي هما الفيرا بامل ودلتا زم ازيان سادي افكت ما يحتاجي نعيدها فيرا بامل سادي افكت ازيان بس الملاحظة هنا المهمة فيرا بامل والدلتا زم يقللون من الكليرانس بعض الأدوية لان هما انهبيتر للسايتو كرون باكر لك الأدوية هذاني هذان الأدوية يقل لكليرانس مالتهم من تستعملهم يا الفيرا بامل ودلتا زم زيان الفيرا بامل ولدرجة أقل دلتا زم زيان يثبطون أيضا هذا البيتا بروتين فيش يزداد عندنا يزداد عندنا يزداد عندنا الكونستريشن مالتهم هالأدوية بالسيرة زيان أيضا الفيرا بامل يقول لك يقلل من الديكوكسن كليرانس بالنسبة للأجينت اكو بعض الأدوية بالعكس تفعلها الانزيمات فيزداد الكليرانس مال الأدوية خاصة لها مجموعة الكاليسومستان البلوكر يجعل المجموعة البعدها تقريبا قبل أخير مجموعة إن شاء الله النايتريت النايتريت فازو دايليتر المين اكشن مالتهم على البيينز فيقلل البريلود فيقلل الوال تينشن ممم سميلار كو التشابه هنا وعنما آآ أارتريال فازو دايليشن أكيد يقول لك يزداد كل مزايد الجرعة وأيضا أكو ريفليكس فلهذا ممكن استعمل بيتا بلوكر بما أنه أكو ريفليكس فحتى نثبط هاي الريفليكس استعمل بيتا بلوكر يعني هاي الريفليكس المين جاية من السيمباثيك نيربا سيستم استعمل بيتا بلوكر يثبط السيمباثيك نيربا سيستم زيان كل البيشنط لازم يكون عدم هذا السبلينجول يعني أنت من يجيك واحد عنده إن جاينة مباشرة تشيك تجيب ماته تروح تشيف تجيبه أكو حبات نيتروغليسرين سب لنقول لأ لازم لازم ازيان كل شي تفيد هاي الحبايات إذان إذا واحد صار عنده إن جاينة هايتهديع بسرعة إضافة لهذا إذا كان البيشنط هيحس أنه حصر عنده إن جاينة يأخذ منها الحبايات لازم كل هاي كل هاي انقلعها زيان تطيهم من هذا الدواء الجميل نيتروغليسرين 0.4 إلى 0.5 ميليجرام تابلت وأكو أيضا بخاخ يعني زيان بها واحد يقول لك الرليف يعني إذا كان واحد عدد باين فتقريبا وراء خمس دقائق ينحل هذا الباين عنا زيان سب لنقول نيتروغليسرين نيتروغليسرين يعني قبل دقيقة دقتين إلى خمسة يعني مثلا واحد يريد يروح للجم أو ديسو في التمرين معين فقبل خمس دقيق من هذا التمرين أو دقيقتين أخذ حبايا سب لنقوال طبعا إش قد ممكن يحميك هاي الحبايل واحد إش قد ممكن تحميك فبالنسبة لل سب لنقوال نيتروغليسرين تحميك نص ساعة زيان ولكن سب لنقوال إيسو ثوربي دينايترايت يحميك ساعة كاملة زيان لونغ انكتين نايترايت أو كالسام بلوكر ايحة كان عليها بالبداية يقولني إذا واحد داخد بيت بلوكر وما ديش تغلو عنده فاش تضطي أو إذا كان بيت بلوكر كونترا اندكايت أو ديسو ساايد افكت فنضطي أما لونغ انكتين نايترايت أو كالسام بلوكر هاي المعلومة معيودة زيان زيان اكو همات لازقات ترانز ديرمال بات زيان زيان و ديقول لك همات بالنسبة للإيسو سوربيد من نايترايت هو أكثر واحد نستعمله فور لونغ تيرم تربينشن أكثر واحد نستعمله حتى نمنع الإنجانة إبيسود زيان عدنا هذا إيسو سوربيد دينايترايت همات مفيد زيان اه 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 اكتب ديقول لك بات ده ثري تايمز ديلي رقمان بس مشكلة انه هواي مرات لازم بتاخذه زيان اشيو بديقول لك تقريبا ثلاث مرات باليوم كل اربعة الى خمس ساعات تاخذلك جرعة منه فهاي مشكلة ممكن البايتينت ما يلتزم به لانه هواي جرع باليوم زيان طبعا من استعمال النايترايت ممكن يصير طولرانس يعني ممكن توصل حالا انت قاعد تاخذ نايترايت وما تستفاد منه زيان لان صار اكو طولرانس عندما اشبه مصطلح طولرانس مقاومة مقاومة لتأثير الدواء تمام يعني انت قاعد تستعمل هذا الدواء مثلا للفازو كونستركشن ولكن ممكن جسمك يقاوم هذا الشيء ما يخلي هذا الفازو كونستركشن يصير زيان عن طريق ميكانيزم معينة طبعا وخاصة يعني ها مو من اول جرع هالشيء يصير لا بعد ما جسم شوية يعني يكتشف هذا المركب الكيميائي يعرف فالطرق معينة يقاوم بها التأثير من هالدواء فالمهم طولرانس مقاومة بمعنى اخر انت قاعد تستعمل هالدواء وما قاعد تستفاد منها مادية ولا كيشي فحتى نمنع من هذا الطولرانس زيان نخلي الجسم بفري انتربيل شن هالفري انتربيل يعني هاي الفترة ما تستعمل بها نايتريد شقيت تقريبا 10 الى 14 ساعة ما تستعمل بها نايتريد زيان بعدين وراها ترجع تستعمل النايتريد حتى ما يسبعدنا هذا الطولرانس ولكن ان انا راح اصر عندنا مشكلة ثانية بهالفترة زيان 10 ساعات الى 14 ساعة راح اصر عندينجانا لو ما راح اصر اكيد ممكن الصيل فالهذا بهالفترة تستعمل التغير ادوية زيان؟ وغالبا هاي الفترة شو وقت نخليها اللي ما يستعمل بها نايتريد ما راح نخليها الصبح طبعا الصبح تضطي نايتريد وباليال مني ينام البيشنط مثلا ما ياخذ نايتريد غالبا هيش الطريق السل مزيان؟ اوكي اه حيحتجي لك انا بعض الطرق اللي نط بها الجرع مال هاي العدوية عندنا مثلا هذا الاكستيندد ريليس هادي يقول لك ينا طي مرتين باليوم بحيث الفاصل بين جرعة وجرعة سبع ساعات يعني مثلا هاي بشوف بسبعة صبح طينا بعدين ورا سبع ساعات يعني بالثنتين الظهر هم الطينا وباقي الوقت نايتريد هيكون ايضا اكو ايضا اكو ايضا اكو نايتريد نايتريد ايضا اكو لزقات نايتريد هاي ايشو انه الجرعة مال تصير اون اون اي ام اوف اين بي ام شنو يعني هالكرام؟ يعني هاللزقة تطيها صباحا وتشلعها مساءا تمام؟ صباحا تشتغل مساءا ماكو تمام؟ بمعنى اخر مثلا البيتشينت تقول لي يابا هاي تاخذها مثلا بثمانة الصبع اوكي؟ بثمانة بالليل تشلعها او بالعكس بالتسعة الصبع تشلعها بالتسعة بالليل تمام؟ هاي نصرفها الادوية طبعا هال المعلومات اللي هال بس نتوضح لك كصيدلاني شو ممكن تصرفها الادوية فتصرفها بهالطريقة اللذكرناها قبل شوية زيان طبعا مايفي تستعمل النايتريد كمونو ثيرابي مفمك انه بلنجا انه هاي مشاكل ده صيرها هدني يعني هي مو بس فازو كوستركشن اكوتك كارديا حيكون شي حلو اذا دمجت البيتا بلوكر و النايتريد يعني هالشي حيكون كل شي طيفو مفيدة لها الحالة زيان؟ حسنا حسنا فهن هانا ليقلك انه استعمال بيتا بلوكر مثل ما قلنا او الدلتا الجيم اللي هو كارل سمتشانا بلوكر بالفترة اللي يكون بها نايتريد تفريد حيكون مفيدين ذن الادوية زيان ساد افكت عليكم طبعا ما ادوخ نفس بساد افكت لانه ساد افكت ساد افكت يا ساد افكت تنحفظ كما هي زيان اه هاي تكمله على ساد افكت بس هاي مال نايترقليسرين هان مهم احنا نبليش بالرنولازين ما نعلاق بس هاي افكت انا حتى بالمتحان هام ساد افكت ما احبوب هان وها اشي يجي عليه درجة درجتين اخلتوا له هاد درجتين زيان الرنولازين بالنسبة للرنولازين ديقول لك reduce ischemic episode by selective inhibition of sodium late current شوف اهنان وان ديشتغل الرنولازين الرنولازين ديشتغل على تيار الصوديوم متين اوقف لحظة تيار الصوديوم انا استفاد منها بانتقال الاشارات الكهربائية في القلب تمام؟ الاشارات الكهربائية اشكالنا هي عبارة عن صوديوم وكالسيوم وبوتاسيوم من هالشي اللي تعبانا فمن تيجي تستعمل انت هنا الرنولازين هتقلل من تيار الصوديوم اذا ما كواحد اس مباشرة توقع ان الهارت ريت رح يقل والى اخره ولكن لا كل شي ما رح يقل لعدة شون هيعالج مشكلة الانجاينة الله اعلم صراحة الشيء مواضح هو اللي حاتي ان انا مثل ما قلت لكم يعني مجرد حقل الصوديوم كارنت هذا التيار مات الصوديوم فيقول لك بطريقة ما البرفوج انتخذية القلب رح تزداد بطريقة ما غير مذكورة طبعا زيان والشي العجيب بدي يقولك انه ما يؤثر على الهارت ريت ولا على البرفوج ما تدري ليش عود ما تدري ليش زيان يعني ممكن السبب لانه يشتغل على هاي الليت شانلين اكو اير للشانل واكو الليت فممكن هي هاي السبب ما ادري صراحة زيان ولكن تحفظوها مثل ما هي لا تتعمقون اكثر يعني ممكن تقدر تعمق بالجوجل ولكن حيكون مثل ما ضيعت وقت احفظها كما هي وها هي اكو اشياء يعني احفظها كما هي زيان لا التعب نفسك بيها زيان واكو اشياء واغلب انت اغلب المرة طبعا حاول تفهمها زيان ولكن مستحيل انت تقدر تفهم كل الاشياء انها شي طلب وقته هواية وممكن اصلا متلق الاجابة للسؤال مالتك زيان المهم قلنا ما يؤثر على الهارت ريت ولا البلد برشور الى الاخر. طبعا داي يقول الكرون الله زيان ممكن نستعمل كاni therapy زيان ولكن اش وقت نستعمل كمونا thermoe طبعا. اذا باقي الادوية اللي حدنا عليها قبل شوية الى الكلس Rule Josh Channel Blocker نايت ريت الى اخر باقي البيت بلوكر زيان اذا ما فاد انوية فممكن نستعمل رانولازين كمونو تريتمت يعني نقدر نعتبر هذا اخر خط نفكر بي رانولازين زيان وبما انه مثما قلنا ما لذاك التاثير على الهارت ريت والفلوت فرشار زيان فممكن نستعمل لك اديشن زيان ممكن نستعمل لك اديشن يعني مثلا واحد ياخذ بيتا بلوكر ما ديفيد ويا ممكن نضيف عليه الرانولازين ويا البيت بلوكر لان مثل ما قلنا الرانولازين ما ديقل الهارت ريت البيت بلوكر هو ديقل فالهذا ممكن نسوي هذا الكمبينيشن فالرانولازين يعني هيكون خيار جيد ككمبينيشن وخيار الاخير كمونو ثيرابي اوكي اذا ككمبينيشن ممكن نسوي هالشي يعني نضيفه مثلا على بيتا بلوكر زيان او نضيفه او على باقي الادوية مثلا اذا كان اديش الادوية ما قاعد تفيد فممكن نسوي هالشي زيان ولكن كمونو ثيرابيش واكت نستعمله نستعمله فقط اذا كان باقي الادوية الي هالتراديشنال الايجنت ما قاعد تفيد ازيان ادفيرس افكت تاثيرات الجانبية كونستيبايشن ديزنيز هيديك برولونج كيوتي الاخرة طبعا هذا كلش مهم هالسايد افكت كلش مهم انت دائما بالسايد افكت حاول تركيز على الشي المهم يعني با انت مقدر تحفظ كل السايد افكت بالقلل حاول تتذكر الشي المميز فقط يعني ناسا كونستيبايشن اوكي نيجي اوكي ديزنيز اوكي لكن ها برولونج كيوتي هاي تحس يعني شون فالشي مهم تمام فتركيز عليه والباقيات يعني اغلس عليهم الله اذا انت عندك وقت مثلا يعني وهاي فاحفظهن على الواهس ولكن بالغالب هو من يجي يسألك على سايد افكت فيسألك على الشي مميز ما يسألك على الشي المتعودين عليها زيان بس مو تروحون تغلسون زيان هاي بس اني شخص اكره سايد افكت تمام من اشوف سايد افكت اغلس عليها ما اقرهها وتيجي بالامتحان ما تجاوب عليها ما اهتب ايش قليل تجيب دارة جداها يخلي تروح ولا دوخ ناسب سايد افكت تمام بس ما لكم علاقية تختلف مش شخص شخص ولكن من الناس اللي اكره شي اسمه سايد افكت زيان اه عدنا بوتنت انهبتر اوف سايدوكروم والبيتكليكو بروتين طبعا هذولي هاي الادوية هاي الادوية مثبتات قوية للسايدوكروم اللي هما الكيتونازول اتروكونازول بروتيس انهبتر كلاثروميسين نيفلزودون نيفلزودون زيان وعدنا ايضا بوتنت انديوزر هذولا محافزين اقوية لسايدوكروم سيستم او البيت كلاكوبراتي مثل فينا توين فينا باربيتالك كارومازيبين ريفامبين ريفابيوتين ريفابنتين استي جون وورل زيان سايد كاروماز 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 ستستمتلك وحبا من اللي زيد تراكيز الرنولازين ومن اللي ادوية اللي اتقل من تراكيز الرنولازين مفقود تستنتجوها مباشرة فهاي هم عليكم زيان بس يلا خلنا ساعدكم بها أكيد اللي زي التراكيز الرنولازين هما هذولي والي يقللون هذولي فينتوين والجماعة زيان اكو مودريت انهيبيتار مثل دلتزيم فيربامل ايريثرومويسين فلوكانازول هذولي مو كونترا انديكيتد نقدر نستعمل هم يرنولازين ولكن الماكسيمم دوز للي رنولازين حتكون هي خمسمائة ميلي جرام تويز دي نجي على موضوع سبيشال موضوع مميز بها المحاضرة اللي هو الفيرينت ديرشولد انجانا مثل ما قلنا الفيرينت ديرشولد انجانا هي تشبه البرينزمتل انجانا ولكن دهنها الفاسوس بازل متغيري يعني قلنا بين فترة وفترة ممكن دي يصل بفازو سبازم اكثر شنو العلاجة رح يكون مالتهم ذولي رح ركز على العلاجات اللي يسوي فازو دايليشن يعني بيتا بلوكر ما يفيدان هنا هنا لا بالبرزمتل ولا بالفيريبل ديرشولد انجانا تمام لان احنا نحتاج فازو دايليشن بس هذا نحتاجه فنستعمل سبلنجوال نايترو قليسرين للاكيوت اتاك انتبه ما قال داي نايتريت ولا ايسي سوربيت بوينويتريت ولا قال نايترو قليسرين فنحفظها مثل ما هي سبلنجوال نايترو قليسرين تمام كرونيك ثيرابي منو نستعمل احنا بالاكيوت قلم اشي ستعملنا نايترو قليسرين لان تاثير مالتسريع ولكن اذا كنا نسى مثل بروفينشن يعني او كرونيك ثيرابي فنستعمل كاليسرين بلوكر او نايتريتريت النفد ايبين باع انتبه النفد ايبين فيرا بامل دلتازين ايكول ايفكتي يعني تاثيرهم حيكون نفس الشي نفس الفايدة حتكون من هالادوية منهم فقط نفد ايبين فيرا بامل دلتازين اذا ذكر لك واحد غيرهم غلط زيان تختارها بالامسي كيو هاذا الني الوحيدين اللي مشابهين بالايفكتي الباقين لا ما لعلاقة فانتبهوا زيان اه الاشخاص اللي ما يستجاب الكاليس من شان البلوكر ممكن نضيف لنايتريت بيتا بلوكر ممنوع تطهيها ما ما يفيده دير بالاك تطي وهذا يمكن ايجاب الوزاري يعني زيان كاتب انو البيت بلوكر ينصرفون الفايدة فهي كان هو هذا الخيال الخطأ زيان فوصلنا لليفالوشن اوف تيرابي ترك يعني عن نفس الناس انتركته يعني ما تركته طلعت عليه نوعا ما والحمد الله يعني بالامتحان ممكن ما اجي ولا امسي كيو اصلا على الايفالوشن اوف تيرابي انا ما دحفزكم انو تتركونا طبعا لا اقرأ لان يمكن انت كليتك ما تدري به يعني يمكن المدرس مالتكم مثلا يركزوا على الايفالوشن اوف تيرابي لان يدري الطلاب مثلا ما يقروها زيان فلا انتو يعني ما لكم علاقة بي ما لكم الحد شي هذا خاص بي يعني تمام انتو بعد سووا اللي ريحكم اللي ناسبكم سووا ويفضل طبعا انت كطالب احنا تقرأ كل شي تقرأ او تكت تقرأ اللي تقدر عليه تمام فالهنانا تكون خلصت هالمحاضر ان شاء الله فاتمنت شرح المحاضر واضح واشوفكم ان شاء الله بالمحاضرات الجاي ومع السلامة